موسيقى يعطيكم العافية جميعا اليوم ان شاء الله رح نشرح الكونتينس of the axillary region بهاي المنطقة رح نحكي عن axillary artery والبرانتز تابعونه رح نحكي عن axillary vein عن lymph vessels وال lymph nodes و اهم جزئية رح نحكي عنها بهاي المحاضرة المحاضرة هاي كثير سهل ان شاء الله و ما رح تتغلبوا فيها بداية ال axillary artery بنعرف من وين بيبلش و وين بنتهي شو البارت سابعونه و شو الستركترز و الرلاشنز المحاطفي ال axillary artery بيبلش at the lateral border of the first strip as a continuation of the subclavian artery وبنتهي at the lower border of the teres major muscle where it continues as the brachial artery خلينا نشوف هذا الحكي على ال human atlas كليتنا بنعرف تحت ال clavicle شو في عنا في عنا الفيرست ريب هاي الفيرست ريب ال the lateral border تبعها امشوا معاي ال the lateral border تبعها شو رح نلاقي رح نلاقي axillary artery اللي ملون باللون الازرق هذا قبل axillary artery في عندي subclavian artery فإذا ال axillary artery بيبلش at the lateral border of the first strip as a continuation of the subclavian artery وال axillary artery بيكمل نزول لتحد في منطقة axillary region ووين بنتهي؟ بنتهي at the lower border of the teres major muscle يعني تقريبا على هذا الليبل بنتهي عنا ال axillary artery وشو بصير اسمه؟ بصير اسمه brachial artery brachial artery فهذا هو الكورس ل axillary artery دائما لما تسمعوا كلمة axillary sheath دائما لما تسمعوا كلمة axillary sheath هذا هو axillary sheath شو بيحتوي؟ بيحتوي على axillary artery وبيحتوي على axillary vein ودايما خلوها قاعدة براسكم axillary vein على طول axillary artery شو يعني brachial pluxes؟ رح نحكي خلال المحاضرة تمام؟ فإذن هذه هي ال axillary region اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة حكينا هنا في عنا الهدف هيوميراس وفي عنا مجموعة من العضلات وهذه هي thrussic inlet ما تنسوا انه في عنا axillary sheath بيحتوي العديد من المكونات ولي هو عبارة عن connective tissue sheath زي ما احنا شايفين بالصورة هنا هاي البكتوراليس ماينر مصل بتكون عام لكروسينج قدام ال axillary artery وبيتقسم لياه لثلاث أرزاب الجزء الأول احنا رح نفصل بكل جزء كل واحد لحال ولكن اتذكروا الجزء الأول اللي هو بيكون continuation من السبكليفين أرتري احنا شايفينه بالصورة هنا تمام؟ الجزء الثاني بيكون تحت البكتوراليس ماينر الجزء الثالث اللي هو رح يكمل للي هو border of ash of teres major هاي برضو صورة ثانية الفيرس بارت السيكند بارت والثيرد بارت لا axillary artery بنا نعرف لكل بارت شو الاكستنشن تبعه يعني من وين بيطلع وين وبين بنتهي بنا نعرف كمان شو الريليشنز اللي حواليه يعني lateral side الميديال side وبرضو بنعرف شو لكل بارت فيهم الفيرس بارت السيكند بارت والثيرد بارت من الاكزلاري ارتري اوكي الفيرس بارت من الاكزلاري ارتري اكستنز من اللاتيرال بوردر of the first strip اللي احنا اصلا حكينا هاي بداية الاكزلاري ارتري to the upper border of the pectoralis minor لاحظوا هاي عضلة السيكند بارت رح يعطيني two branches والثيرد بارت رح يعطيني three branches شو اسم اللي برانش اللي بيعطيني هي الفيرس بارت الاسم القديم اله the highest thoracic artery حسا شو بيسموه superior thoracic artery تمام ولكن عادي ممكن انتو يعني تحفظوهم بالاسمين ما في مشكلة the highest thoracic artery which is a small artery that runs along the upper border of the pectoralis minor هاي العضلة هاي ال pectoralis minor الفيرس بارت بيكون فوقها الفيرست برانش منه دي هو السابيرو thoracic artery رح يمشي على طول ال pectoralis minor تمام وهادي صورة ثانية توضيحية للفيرس والسيكان والثيرد بار لاحظوا الفيرس بارت شو بيعطيني السابيرو thoracic artery من وين بيبلش من اللترال بوردر of the first strip وبنتهي along the upper border of the pectoralis minor بالنسبة لل relations of the first part لترالي وميديالي وترككم دائما نتذكروا انه ميديالي للأكزلاري شو مكان البارت هو الأكزلاري فين وكمان شوي رح نيجي للسيكان بارت ونشوف هاي الصورة كيف انه الأكزلاري دائما ميديالي اللي شوفي عنا في عنا الأكزلاري فين ما تنسوها طيب نيجي لترالي لترالي بيحكينا the three cords of the braykel بلاكس طبعا انتو لا عارفين شو هم الكوردز ولا عارفين شو البرايكل بلاكس انا عارف ان رح نشرحهم باخر المحاضرة بالتفصيل ولكن بدي ناخد نبضة نبضة بسيطة عن البرايكل بلاكس عشان نعرف شو علاقته بالأكزلاري ارتري البرايكل بلاكس هو عبارة عن كونتينيواشن للسباينل نيرفز من c5 c6 c7 c8 t1 هذولا رح يعطوني اشي منحكيله بريكل بلاكس اللي هي الشبكة من الأعصاب رح تغذيلي الارم والفور ارم والهان اوكي هاي الشبكة من الأعصاب ده فرجيكم اياها هاي الصورة المبسطة نحفظ بس العنوين الرئيسية النقاط الرئيسية بخصوص هاي اللي بريكل بلاكس عشان نعرف نبني عليها محاضرتنا اوكي فاذن بدنا نحكي عن الدفجنز هاي شبكة الأعصاب بدي تتذكروا هاي الجملة معاي remember to drink cold beer طبعا عوضوا بالله بس عشان نضلنا احنا متذكرين هذولا الدفجنز remember to drink cold beer اول اشي حرف الار شو بحكيلي حرف الار بحكيلي عن الروتس الروتس يعني جذور الروتس اللي حكينا من وين ممتدو من C5 C6 C7 C8 وحتى T1 اوكي فهذا الحرف الاول روتس الحرف الثاني to هذول رح يعطوني للترانكس التي لا الترانكس عندي upper و middle و lower بتكم تحفظوا انه upper trunk جاي من C5 و C6 middle trunk جاي بس من C7 lower trunk جاي من C8 و T1 اذا هذول هم الترانكس تمام بعد هيك في عنا الدينك الدي لا الديفيجنس كل الترانك رح يعطيني anterior division و posterior division لو نيجي لل upper trunk رح يعطيني هذا anterior division رح يعطيني posterior division طبعا كيف يعني anterior و posterior شوفوها على الصورة هنا لاحظوا هاي الروتس وهالي trunk لاحظوا السابيريور يعطيني او احنا نحكي سابيريور او upper تمام ال upper trunk رح يعطيني anterior posterior division تمام ففي عندي انا three anterior divisions وفي عندي three posterior من كل واحد فيهم الميدل رح يعطيني anterior division و posterior division والانفيريور رح يعطيني برضو anterior division و posterior division اوكي نرجع للصورة هاي فاذن الديفيجن الدينك حكينا في عنا anterior و posterior divisions ثلاث بثلاث طيب السي اللي هي كول اللي هي بنحكي لها للكوردز وهذي جدا مهم الكوردز تمام هاي الكوردز في عنا lateral posterior و medial ما تخربطوا هون upper middle lower هون lateral posterior medial تمام ال upper trunk anterior division مع anterior division للميدل trunk رح يعطوني lateral تمام فإحفظوا lateral من وين جاي من anterior division of the upper and middle trunk اوكي الميديل كورد جاي من anterior division of the lower trunk فس تمام فإذن lateral جاي من two anterior divisions أما الميديل جاي من one anterior divisions of the lower trunk طيب شو بالنسبة لل posterior cord ال posterior cord رح يجيني من كل posterior divisions ل trunks يعني ال upper رح يعطيني واحد posterior الميدل رح يعطيني واحد posterior وبرضو اللور رح يعطيني واحد posterior هذول الثلاثة مع بعض لما يجتمعوا رح يعطوني posterior cord بعد هيك في عنا البي رأ والعياذ بالله اللي هي حرف البي branches تمام هاي التفرعات أهم تفرعات بنا نحفظها عشان نشوف كل واحد على أي عضلة رح يروح يغدي فشو البرانشز أول إشي طبعا هم تفرعات أكثر من هيك بكثير ولكن هم معطينكم أهم 1 2 3 4 5 هم معطينكم أهم 5 مستفرعات ولكن خلال المحاضرة رح نحفظ أكثر منهم أوكي اللترال تذكروا دائما ماشي مع المسكول كوتينيوس الميديل لأنه احنا نعرف الألنر سيجي على الميديل فأكيد الألنر برانش تمام البوستيريور رح تعطيني أكزلري وريديل أكزلري وريديل شو بيضل عنا بيضل عنا الميديل الميديل رح يكون جاييني من برانش من اللترال وبرانش من الميديل رح نحكي عن أسماءهم لقدام خلال المحاضرة تمام فهذور الـ 5 برانش هم أهم خمسة المسكول كوتينيوس جاييني من اللترال الألنر جاييني من الميديل الميديل جاييني من اللترال والميديل مع بعض والميديل كورد والبوستيريور كورد بيعطيني الأكزلري والريديل اللي رح يروح يغدوري العضلات اللي وراه ممتاز طيب فإحنا شو كنا نحكي كنا نحكي عن اللي احنا شافينه بالصورة هون الميديل اللي إلو حكينا في عنا اللي إلو ولو إنه الصورة مش كثير مواضحيت لي إنه اللي إلو كل الكورد هدولا اللي هم اللي إلو بيكونوا لترال للفيرست فارت الفيرست فارت اللي هو هذا تمام لترالي إلو بيكونوا عندنا طبعا ما لقيت صورة أبدا على النت توضح لكم أنه الفيرست فارت كل الكورز بيكون لترال إلو لأنه دائما الميديل لقيته ميديل تمام ولكن انتوا احفظوا زي ما موجود بالسلايدات لترالي ممكن هاي الصورة توضح لكم هاي الصورة لاحظوا هاي الكورز لترالي هاي والله صورة ما كنت منتبه لها لترالي في عنا لثري كورز هدولا تمام ميديل الأكزلاري فين طيب نيجي للسكن بارت بالنسبة لموقعه زي ما اتفقنا السكن بارت وين موقعه ورا البيكتراليس ماينر مصل شو لبرانشز حكينا السكن بارت إلو تو برانشز ثراكو أكروميال آرتري ولترال ثراسيك آرتري شوفوا بالصورة هنا السكن بارت شو بعطيني بعطيني الثراكو أكروميال آرتري طبعا له تفرعات كثير مش مطلوب منكم حفظهم بس احفظوا ثراكو أكروميال آرتري واللترال ثراسيك آرتري هذا هو السكن بارت يعني منطقيا شو قدام السكن بارت البكتراليس ماينر وفوقيها البكتراليس مايجر واخر اشي للسكن تمام فهذا هي الريلاشنز للسكن بارت طيب احنا حكينا انتيريورلي بضل علينا للسكن بارت بستيريورلي لترالي وميديالي بستيريورلي عنا ال بستيريور كورد تمام انا فرجيتكم الكورد حكتلكم في عنا لتيرال كورد وميديال كورد و بستيريور كورد اكزيوري آرتري جاي يم بالنص بناتهم كانوا محاضنينه تمام فبستيريورلي راح نلاقي posterior cord of the brachial plexes مع subscapularis muscle اللي هاي منشوفها بالانتيريور فسر للسكابيلا تمام laterally في عندي lateral cord of the brachial plexes medially في عندي المedial cord of the brachial plexes بالاضافة لشو حكتلكم دايما في عنا medially الاكزلاري vein اوكي فهاي هي الريلاشن للسكند بارت anterior اللي حكينا pectoralis minor و major والسكن posterior لل posterior cord مع subscapularis muscle lateral lateral cord medially medial cord مع الاكزلاري vein هذولا هم كل الريلاشن للسكند بارت of the axillary artery الثيرد بارت of the axillary artery من وين بيمتد؟ this extends من اللوار بورد of the pectoralis minor و بيروح لللوار بوردر وين حكينا of the teres major اوكي بالنسبة للبرانشز ففي عنا ثري برانشز اتذكروا الثيرد بارت ثري برانشز واحد subscapular artery اثنين posterior circumflex humeral artery وثلاثة anterior circumflex humeral artery اللي احنا شايفينهم بالصورة هنا هذا هو الثيرد بار في عندي subscapular artery في عنا في عنا posterior circumflex والانتيري circumflex humeral artery بالصورة طبعا subscapular artery runs along the lower border of the subscapularis muscle من اسمه subscapular وين رح يكون ماشي على lower border of the subscapularis muscle اوكي البوستيريور والانتيريور هذولة both arteries wind around the front and the back of the surgical neck of the humerus منذكرين لما حكينا عن surgical neck of the humerus المحاضرة السابقة حكينا انه axillary nerve برضو بيكون بهاي المنطقة عند ايش عند surgical neck اللي هي اكثر منطقة بيصير فيها fractures تمام هيك احنا خلصنا the three parts of the axillary artery مع الكورس مع the relations مع the branches مع كل اشي نيجي نحكي عن axillary vein طبعا الكورس تبع axillary vein رح يكون عكس تماما axillary artery ليش لانه احنا منعرف الارتريز بيكونوا طالعات من القلب رايحات للجسم اما veins الكورس تبعهم بيكون راجع من الجسم وداخل على القلب اوكي فرح نلاقي انه axillary vein formed at the lower border of the teres major muscle شايفين عكس axillary artery هناك بنتهي وانا بيبلش formed at the lower border of the teres major muscle by the union of vena committance of the brachial artery and the pazeric vein شو يعني هذا الحكي لاحظوا هذا عندنا axillary vein من ايش بتكون من اجتماع مجموعتين من المجموعة الاولى او الاسم الاول هو البازلك vein تمام البازلك vein مع ايش بيجتمع بيجتمع مع ال vena committance هلأ لما تسمعوا هاي الكلمة committance يعني مصاحب تمام فدايما في عنا arteries بيكون لهم veins قريبة جدا منهم بتكون مصاحبة لهم في هاي الحالة في عنا veins مصاحبة لل brachial artery فمنسميهم vein committance of the brachial artery مع مين مع البازلك vein بيجتمعوا مع بعض رشان شو يعطوني axillary vein axillary vein runs upward on the medial side of the axillary artery and ends at the lateral border of the first rib by becoming the subclavian vein لو نمشي بهذا الاتجاه رح يكون عكس اتجاه الارتري بالزبط رح نطلع اطلوع تمام نخترق التيرس major muscle اللي احنا شايفينا هون نخترقها ومنكمل اطلوع لحد ما نوصل وين الفيرس رب بعدين شو بصير اسمو subclavian vein اوكي axillary vein receives tributaries which corresponds to the branches of the axillary artery and the cephalic vein شو عنات هذا الحكي بالصورة هون احنا شايفين axillary vein من وين رح يستقبل الفينز يعني من وين رح يعمل درينج رح يعمل درينج لل cephalic vein اللي احنا شايفين هون اوكي بالاضافة لشو بالاضافة لكل لبرانشز تبعة axillary artery يعني axillary artery اعطاني brachial artery اعطاني radial اعطاني النار اعطاني كل الارترز اللي طالعات من axillary artery رح يكون في لهم veins بالضبط نفس اسماءهم يعني radial artery رح تلاقوا له radial vein brachial artery في له brachial vein في عندي كمان median cubital vein مع السفالي كلهم هدولة رح سرهم درينج على axillary vein يعني الدكتورة ما ركزت كثير على هاي الصفحة لكن حبيت اوضح لكم اياها من هون بدنا نبلش نحكي عن موضوع brachial puloxes بهاي الصورة رح نرجع نحكي الحكي اللي حكينا قبل شوي الدكتورة ركزت انه تكونوا عارفين c5 c6 root بعطوني superior trunk او نحكي upper trunk c8 و t1 بعملول fusion عشان يعطوني inferior trunk اما c7 فلحاله رح يعطيني middle trunk وبرضه ركزت كمان انه superior و middle و inferior trunk كل واحد فيهم فيه انتيريو division و posterior division بحيث انه في عندي three anterior و posterior حكينا كمان انه division of the upper trunk مع anterior division of the middle trunk رح يعطوني lateral cord وحكينا انه anterior division of the inferior trunk يعطيني medial cord وحكينا كل posterior divisions من upper middle inferior رح يعطوني posterior cord اوكي فزي ما حكينا هذول البريكل بلاكسز formed in the posterior triangle of the neck شو هي posterior triangle اللي احنا شايفينها بالصورة هون هذي بسموها posterior triangle of the neck هذي المثلث كلياته تمام بيحتوي على مجموعة contents بدياكم تكونوا عارفين انه formed هاي بهاي المنطقة بال posterior triangle of the neck by by the union of anterior rami c5 c6 c7 c8 c8 t1 اوكي هالسلايد الدكتورة ما ركزت عليها كثير ولكن رح اشرحلكم اياها بشكل سريع وما اتغلبوا حالكم بحفظها تمام ال five spinal nerves forming the plexes quickly united عشان شو يكونولي زي ما حكي عنا السابيريور وميدر وانفيريور ترنكس هذول الترنكس continue to pass laterally between anterior والميدل sculline muscles لاحظوا بالصورة هذي في عنا scullineus anterior هاي العضلة وفي عنا كمان scullineus medius تمام فهم رح يمروا l-brackle plexes بين هذول العضلتين اوكي هذي l-anterior sculline وهذي l-posterior sculline وين موجودين هذولة في l-posterior triangle of the neck لاحظوا laterally للانتيريور في عندي l-brackle plexes بمروا بناتهم اوكي فاذا between the anterior and middle sculline muscles and cross the pace of the posterior triangle of the neck هاي هي l-posterior triangle of the neck بمروا من l-paste تبعها هذولة هم l-brackle plexes where they can be found behind the subclavian artery طبعا صور كثير انا عارف بس انا الدعم بحب اوضح لكم الصورة كاملة لاحظوا هاي l-posterior triangle of the neck وين l-brackle plexes بيكون موجود behind l-subclavian artery خاصة third part منو subclavian artery اوكي قبل ما يصير اسمو axillary artery بيكونوا l-brackle plexes موجودين وراه at the pace of the posterior triangle of the neck ممتاز they pass over the apex of the lung and the first rib towards the clavicle برضو هاي الصورة بتوضح لكم انو l-brackle plexes بيمروا فوق ايش فوق الفيرست ريب مع l-apics of the lung هذولة بسموهم l-apics of the lungs تمام؟ فزي ما حكت لكم ما تاخدوا وقت كثير تحفظوا فيهم لانو مشينا عليهم بسرعة رح نحكي هسا ونبلش ب-branches of the brackle plexes من ال-roots بالنسبة للbrackle plexes زي ما حكينا هي بتتقسم ل-roots و-trunks و-chords كل هذولة في لهم branches رح نبلش اول اشي ب-branches من ال-roots في عنا الدورسل scapular nerve اللي بسموهم nerve to rhompoids اللي هم الرومبويد major والرومبويد minor تمام؟ اول branch معانا من ال-roots اللي احنا شايفينه هنا dorsal scapular اوكي؟ هذا بيكون رايح للرومبويد major و-minor بالنسبة ل اللي بسموهم هنا break the plexes value زي رح نحكي هنا C5 C6 C7 كل نيرف في الو في الو degree خاصة فيه تمام؟ انا ما بدي اياكم تحفظوا الا اللي طلبتوا منكم الدكتورة اللي هم اللي هون موجودين تمام؟ متعون المسكريكوتيني والسهول ميليان والألنر والاكسليري والريديال تمام؟ بالاضافة ل الاكسسوري فرينيك نيرف اللي رح نحكي عنه كمان شوي اوكي؟ فما تحفظوا الارقام هدولة الا على النيرف اللي رح نحكيهم اخر المحاضرة تمام؟ فالبرانشز اللي بلايكالبلاكس في عندي دورسالسكابيولر نيرف وفي عندي لونغ ثوراسيك نيرف اللي هو هذا وين بروح حكينا للسيراتس انتيريور واذا متذكرين اذا انضرب شو حكينا رح سوي لنا؟ رح سوي لنا الوينج أوف دي سكابيولر تمام؟ ما تنسوا هذا اللي موجود بجيني من 5 و 6 و 7 فبس هدولة دورسالسكابيولر لونغ ثوراسيك طيب في عندي برانشز كمان من الـ Upperخر trunk من الـ Upper trunk في عندي nerve to subclavias وفي عندي supra scapular nerve الnerve to subclavias حكينا عنه قبل راح يروح للـ Subclavius Muscle السupra scapular nerve راح يغذيلي supra-spinatus و Optra정이 وهدولة بردو حكينا عنهم قبل في هنا كمان معلومة هنا بدي إياككم تحفظوا الـ degree تبعت النرف هذا تمام؟ اللي هو شو الأكسسوري فرينيك نرف هذا مطلوب منكم مع النرفز رح نحكيهم آخر شيء تمام؟ بس هذولا The nerve to the subclavius C5 و C6 supplies the subclavius muscle اتفقنا عليها هذي ليش important clinically؟ لأنه النرف to subclavius ممكن يعطيني contribution عن طريق C5 to the phrenic nerve This branch when present is referred to the accessory phrenic nerve لو نيجي للصورة هذي لاحظوا هاي في عنا الفرينيك نيرب اللي بيكون جاي هو من C3, C4, C5 وفي عندي كمان C5, C6 اللي حكينا رح يعطوني النيرب to subclavius ممكن ممكن يعني هذا النيرب الأكسسوري فرينيك نيرب مش ضروري يكون عن كل البشر ممكن يكون في عندي contribution من C5 لاحظوا يعطيني إشي نيرب ما نسميه اكسسوري فرينيك نيرب أوكي هذا C5 لازم يكونوا عارفينه يجيكم سؤال الامتحان الاكسسوري فرينيك نيرب من وين بطلع بتحقولهم من C5 as a contribution من النيرب to the subclavius تمام احفظوا احفظوا ما تنسوهم سوبرسكافيلر نيرب و نيرب to the subclavius من اللاترال كور لاحظوا إحنا كيف مشينا إحنا مشينا أول إشي من الروتس حكينا اثنين بعدين روحنا حكينا عن اثنين من الأبرت رنج هسا روحنا للكوردس راح نحكي عن البرانشز تعوني اللاترال كورد الميديال كورد والبوستيريور كورد أوكي هذولا جدا مهمات يعني هون خلاصة المحاضرة وأكثر أسئلة راح تيجي من من الكوردس تمام؟ فرقزوا فيهم ولكن قبل ما نبلش نحكي عن البرانشز لكل كورد فيهم بدياكم تيجوا تحفظوا معاي هذولا النومونيكس تعرفوني داما بحب أسهل عليكم الحفظ مجرد ما تحفظوا هاي النومونيكس راح يكون موضوع البرانشز عليكم سهل إن شاء الله أول إشي بما أنه بلشنا باللاترال كورد فإحفظوا جملة Love me Lucy أو Lucy loves me إش همه ال-L lateral pectoral nerve ال-M muscular cutaneous nerve هذا أهم واحد فيهم وال-L lateral root of median nerve أوكي بعدين في عنا البوستيريور كورد البوستيريور كورد الدكتورة حبت تحفظكم إياها بكلمة ألنر ولكن أنا مش مع نومونيك ألنر لأنه راح تصيروا تخربطوا الألنر نيرف فإحنا بنعرف إنه مع مين؟ مع الميديا الكورد الألنر نيرف فعشان ما تخربطوا كلمة ألترا أحسن ال-U upper subscapular nerve ال-L lower subscapular nerve ال-T thoracodorsal nerve ال-R radial nerve وال-A axillary nerve ممكن حد يسألني فيكم إنه ألنر كيف زبطت مع شو النومونيك الثاني تبعت ألنر حرف ال-N اللي هو thoracodorsal nerve بصير نيرف تلاتيسماس دورسي هيك بتصير النومونيك نيرف تلاتيسماس دورسي وإحنا عارفين إنه شو اسم النيرف تلاتيسماس دورسي الثراكو دورسل نيرف فلا احفظوا الثراكو دورسل نيرف أسر لكم أوكي؟ فهاء الكلمة الثانية كلمة ألترا وأهم اثنين فيهم زي ما حكينا قبل ال-radial وال-axillary nerve بضل عنا ال-branches of medial core ال-M for U في عنا 4M مع U واحد الألنر نيرف اللي هم medial pictorial nerve medial root of medial nerve medial cutaneous nerve of arm medial cutaneous nerve of four arm والألنر نيرف نحفظ كل ال-branches اللي حكيناهم بهاي الصورة بصراحة هذه أشمل صورة لقيتها عن نيت موجودة فيها كل ال-branches حكينا أول إشي عن ال-roots عن الدورسل السكابيلر نيرف لاحظوا من أين بطلع من ال-C5 مع اللونغ ثراسيك نيرف C5, C6, C7 زي ما إحنا شايفين هنا أوكي للترانتس حكينا عن السوبرسكابيلر نيرف ال-SS بالإضافة للنيرف تصبح كليفيس وما ننسى الأكسسوري فرينيك نيرف اللي ممكن يطلع من هون بعدين رحنا لل-Cords في عندي lateral cord حكينا love me Lucy lateral pectoral nerve مع المسكولي cutaneous nerve مع إيش؟ مع lateral median أو lateral root of median nerve تمام؟ ال-M اللي هم medial nerve في عندي medial pectoral nerve medial cutaneous nerve of arm medial cutaneous nerve of four arm بالإضافة لل-Medial root of median nerve اللي احنا شايفينه هون مع شو؟ مع ال-U اللي هي الألنر نيرف الألنر نيرف بيضل عنا ال-Posterior Cord هاد اللي جاي من ال-Posterior Divisions للترانكس شو حكينا جملته؟ ألترا أول شيء ال-US اللي هو Upper Sub-Scapular Nerve ال-L اللي هي L-S Lower Sub-Scapular Nerve شو بيجي بالنصبيناتهم بين الأبر واللور؟ بيجي عندي الثراكو دورسل نيرف الثراكو دورسل نيرف تمام؟ A-L-T-R ال-Radial Nerve وال-A الأكزلري نيرف تمام؟ بيضل عنا نيرف واحد ما حكينا عنه بالنومونكس ونيرف جدا مهم اللي هو ال-Median Nerve ال-Median Nerve هذا من وين بيجي؟ بيجي من التقاء ال-Lateral Root of Median مع ال-Medial Root of Median تمام؟ اللي هو واحد جاي من ال-Lateral Cord واحد جاي من ال-Medial Cord بيستمعوا مع بعض بيعطوني ال-Median Nerve أوكي؟ آخر إش بدي إياكم تعرفوه بالصورة هذه ومعلومة ركزت عليها الدكتور بتحب تجبركم إياها غالبا بصور اللاباء اللي هو حرف ال-M هذا اللي احنا شايفينه قدامنا هذا حرف ال-M مميز جدا في ال-Breakal Plexus بيجيبو لكم صورة لجثة أكيد يعني مش كارتون وبيحكي لكم يلا شو اسم ال-Branchard؟ شو اسم ال-Branchard؟ شو اسم ال-Branchard؟ أوكي؟ فلترالي حكينا مسكولي كوتينيوس ميديالي حكينا الألنر نيرب وحكينا هدولة لترال روتوف ميديان وميديال روتوف ميديان هذا سميناه ال-Medial Nerve وبوستيريول اللي 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 شوفي عنا عنا ال-Axillary Nerve رايح لترالي أكثر والرديال نيرب اللي جاي ميديالي أكثر تمام؟ فأنا أعطيتكم الحفل كلها تبعت مرة واحدة هسه بيضل علينا بس نعيد اللي حكيناه ونعرب شو العضلات اللي رح يغذيلي إياها كل نيرب أوكي؟ فالبرانشة ال-Branchard Love Me Lucy لترال بكتورال نيرب ما تحفظوا ال-Degrees شو رح تغذيلي؟ ال-Bectoralis Major Muscle Pectoralis Major Muscle وهذا المفروض أنتوا قروا يحفظوها من محاضرة العضلات المسكولي كوتيني والسنيرب بيغذيلي الكورايكو بريكياليس البايسبس بريكيائي البريكياليس مسل لاحظوا أنه كلهم عضلات ال-Arm اللي مسؤولين عن لأنه المسكولي كوتيني والسنيرب من الفليكسورز نيرب تمام؟ وبرضه بيعمل لي سبلاي للسكن ألونج اللتيرال بوردر of four arm when it becomes اللتيرال كوتيني والسنيرب of four arm تمام؟ فإذاً إلو motor function وإلو sensory function ويظل عندنا lateral root of medial nerve the branch is the brachial fluxes from the medial core حكينا 4M مع الألنر نيرب عندنا medial pectoral nerve بيغذيلي pectoralis major وال minor muscles الميدي الكوتيني والسنيرب of arm والميدي الكوتيني والسنيرب of four arm بس احفظوا اسمهم ما تحفظوا ال-Innervation لأنه sensory innervation مش معاكم أنتوا المهم تحفظوا العضلات تمام؟ في عندي كمان الألنر وفي عندي the medial root of medial nerve حكينا هذا مع the lateral root of medial nerve شو رح يعطيني forming the medial nerve اللي شايفينه إحنا هنا هذا هو حرف ال-M اللي حكتلكم عنه قبل شوي ضروري اتميزوا بضل عليك الأvable branch from the posterior core اللي هي كلمة Ultra upper sub scapular nerve لا lower subscapular nerve برضو لل subscapularis مع корпus major الثراكو دورس living اللي بيكون بالنصبيناتهم supplies laticismus dorsi muscle الإسم الثاني إلو nerve ultral tisvas dorsi تمام؟ الأكسلاري نيرف سبلايز الدلتويد والتيرس ماينر مصل والأبرلاتير الكوتينيوس نيرف آرم سبلايز السكن أوفر الهاف 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 دلتويد مصل زي ما قلت لكم احفظوا المهم العضلات السنسوري نيرفياشن مش كثير مهم الرادية نيرف سبلايز المسلز في اكس تنسور كومبارتمنت في ارم وفور ارم يعني الرادية نيرف لانه جاي بوستيلي فراح يكون للإكس تنسور المسل اللي هم يكونوا موجودات ورا تمام فابدياكم تحفظوا هذول الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن وتحفظوا برضو الدكري تبعونهم هذول一樣 مهمة مسك الكوتينيوس نيرب C5 C6 C7 الميديا نيرب 6 و7 و8 وT1 الألنر نيرب 7 و8 وT1 الأكسلاري نيرب والرادية نيرب C5 C6 C7 C8 T1 يعني الرادية النيرب جايب لي ايهم كليات هم. اوكي. الفايف ميجر نيف زي ما حكينا المسكولي كوتينيوس والميديان والالنر جايين من او كنتين انتيرو ديفيجين فايبرز. شو بعملوا الانتيرو فور ارم والبالمر كمبارتمنس اللي بيشتغلوا كفليكسورز زي البايسيبس على سبيل المثال. تمام? فهدولة المسكولي كوتينيوس والميديان والالنر اللي احنا شفناهم بالصورة هدولة الفليكسورز. اما اللي بيكونوا جايات من البوستيريو ديفيجين. البوستيريو والريديال. بيكونوا للعضلات اللي موجودات بالبوستيريو الارم والبوستيريو فور ارم. وبشتغلوا كاكستنسورز. بيعملوا الاكستنشن لالييد. بيضل عنا هاي الصورة. صورة الجثة. يعني هذي بتساعدكم بالاناتومي بالجراها. ما اظن يجي عليها اسر بالامتحان. بيحكي لك انه عندي البوستيريو نيرف. وين بتدور عليه? بتروح جهة السيرجيكال نيك وفي هيوميروس. هون عندي البوستيريو نيرف. بتضلك ماشي بمحادات بتلاقي عنا ايش? الاكزيلاري نيرف. الراديال نيرف هاي بشوفها بمنطقة الاكزيلة اللي هي منطقة الاب. ولكن هاي بتروح للخلف. لاحظوا. بتروح تغديري العضلات اللي بالخلف. السلايد هادي بالدكتورة حكت انها قراءة بس. هاد راح تهمكم ان شاء الله لما تفوتوا جراها. تكونوا عارفين الليمف نودز بمنطقة الاكزيلة. لانه زي ما حكينا لبرست كانسر دامر بيعمل متاسيس لهدول الليمف نودز. تمام? الليمف نودز ارانجت ان سكس جروبز اللي هم انتيدور بيكتورال جروب. بوستيريور سبسكابيلي جروب. لاترالي جروب سنترالي جروب. انفراكلابيكولر وابيكالي جروب. زي ما حكيت لكم انتم مطالبين بس بمعرفتهم بس لالامتحان ما راح يجو. هيك بتكون خلصة محاضرة الاكزيلاري ريجين بتمنى تكونوا استفدتوا منها ومفقين جميعا.